النهار تريندينج مشاهدين حلقة جديدة تأتيكم عبره لخبرية الأولى في الجزائر بفضل انتشار وباء كورونا ومع درجات الحرارة العالية المسجلة خلال هذه الفترة فترة فصل الصيف يعاني الكثير من عمال النظافة ومهندسي النظافة من مشكلة حقيقية هذه المشكلة قد تنجر عليها إصابات قد تلتحق أو إصابات تلحق بهم جراء استهتار بعض المواطنين من خلال وضعهم للزجاج داخل أكياس القمامة لكن البعض تفطنا على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الظاهرة وأخذ على عاتقه النصح بعدم ترك زجاج داخل الأكياس دعونا نرى مشاهدين إذن في هاشتاغنا الأول بلاك زجاج هذه صورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين وهو يحاول أن ينصح الكثير من الأشخاص الذين يقومون بهذه العادة وهي ترك الزجاج داخل أكياس القمامة البلاستيكية أحيانا يصاب مهندسي النظافة بجروح خطيرات قد تنجر عليها ربما أمراض أخرى وعدوة في هذه الصورة الثانية أحد عمال النظافة وهو مصاب بجرح على مستوى ساقه نتيجة لهذه العادة السيئة وهي عادة وضع الزجاج داخل الأكياس البلاستيكية بالإضافة إلى ذلك هناك من تعرض إلى جروح وعاهات كما تظهر هذه الصورة أمامنا الكثير من المتتبعين والكثير ممن مراودين لمواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذه الظاهرة فنأخذ على سبيل المثال سمير توركي الذي قال ربي يحفظكم الرجال الواقفون ربي يستركم في عمركم إن شاء الله تعليق آخر أيضا ممن تضامنوا مع هذه الخطوة أيها الشعب يقول علي علي ويبدو أنه أحد من عمال النظافة ومهندسيها أيها الشعب لا ترمز زجاجة في الأكياس فحياتنا أو حياتهم معرضة للخطر من أجلنا طبعا هذا علي علي علق هكذا عمر علي كاس وقال لازم الشعب يحط الزجاج في مكان مناسب ويجب على المؤسسة المعنية بتزويد العمال بالقفزات والوسائل الحامية ويجب على البلدية أيضا توزيع سلات مخصصة لمختلف أنواع النفايات كان هذا مشاهدين أول موضوع أو هاشتاغ لهذا العدد طبعا دعونا نذهب إلى هاشتاغ ثاني سمية لباس عليا قصة مشاهدين غريبة هذه الصورة لفتاة أو سيدة تدعى سمية لباس عليا قصة وإن صحت على مواقع أو على أرض الواقع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولها العديدون قصة وصفت بالغريبة هذه السيدة على حسب ما يراد أو ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقول بأن هذه الفتاة سكنت داخل أحد دور الرحمة في العلمة بالضبط بولاية الصيف هذه السيدة بعد فترة أو أثناء مكوثها داخل دار الرحمة بمجرد السؤال عن حياتها وعن حالتها أو عن حالتها نعم ترد بالجواب لباس عليا هذه إذن سمية كما تبدو في الصورة وبعد وفاتها حسب ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جنازة حضرها الكثيرون وكتب على أحد شواهد قبرها دار الرحمة سمية لباس عليا هذه القصة كما أشرنا مشاهدين تحدث عنها الكثيرون وتناولوها من خلال مجموعات ومواقع التواصل داخل مواقع التواصل الاجتماعي عبد النور عمرون يقول كم هي الحياة غريبة رحلت منذ أيام قليلة هذه الفتاة عن هذا العالم الموحش فتاة أمضت السنتين الأخرتين من عمرها مقيمة في دار الرحمة سعيد قطالي بالعلمة لا أحد كان يعلم شيئا عن شخصها أو عائلتها من أين قدمت وملا من أين منطقة تنحدر كل ما علم عن هذا الوجه البريء اسم سمية التي التسق به اسم كان بمثابة اسمها الثاني أو لقبها سمية لباس عليا شخص آخر إذن رفعي هارون أيضا كتب على قصة سمية لباس عليا وهي نفس المعلومات التي تداولت أو تداولها الأخرون إذن كتب في هاشتاغات أكتب سمية لباس عليا القصة للعبرة وليست لجمع الجامعة طبعا كما قلنا مشاهدين هذه القصة وإن صحت في أرض الواقع فالكثير تفاعل معها خلال هذه الأيام ولا زال إلى يومنا هذا يتفاعل مع هذه القصة لهذه السيدة ذات الوجه البريء سوسو همي علقت بالنسبة لتعليقات أستاذ المشاهدين قالت ربي سبحانه وتعالى يرحمها ويسكنها فسيح جناته راحت عند ربي سبحانه وتعالى وعنده لا يضيع حق أحد فهو العادل الرحمن الرحيم مالك السماوات والأرض فويل للذي ظلمك وقهرك من عدلة الله القهار الجبار تعليق آخر مشاهدين محمود الفزاري محمود يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة مميمية أيضا يقول ربي يرحمها ويغفر لها ويوسع مدخلها ويجعلها من أهل الجنة يا رب العالمين طبعا مشاهدين كما قلنا هذه الصورة البريئة هي حسب ما يراد لهذه الفتاة البريئة ويصحة قصتها فعلا في أرض الواقع فتبقى هذه القصة عبرة للكثيرين حتى يعتبر في هذه الحياة بحلوها ومرها مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج النهار تراندينغ قصص كثيرة وجديدة ومتنوعة ومتجددة في كل مرة تأتيكم من خلال برنامج النهار تراندينغ إلى ذلك الحين قصة أخرى وعبرة أخرى من النهار تراندينغ لذلك الحين السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر